عشر سنوات من الحرب بين جيش نيجيريا وجماعة بوكو حرام لم تستأصل شوكتها بل اشتد سعيدها أكثر فأكثر حتى استطاعت في الآوينة الأخيرة انتزاع بلدات شمال شرق البلاد وعلى تلك الأرض أعلنت بوكو حرام خلافتها ومنها نطقت بمبايعتها لتنظيم القاعدة مبايعة لفتت الأنظار لذراع جديد للقاعدة بدأ يشتد عوده في الغرب الإفريقي يتعدى خطر الجماعة المسلحة فعليا حدود وطنها الأم نيجيريا ليؤرق دول الجوار الكاميرون وتشاد والنيجير هنا في أقصى شمال الكاميرون حيث تتقاطع حدودها مع كل من التشاد ونيجيريا يخوض الجيش الكاميروني منذ عدة أشهر معارك كر وفر ضد بوكو حرام دول مجاورة كتشاد تراقب مسرح المعارك تلك متوجسة وعينها الأخرى على ألاف اللاجئين العابرين لحدودها هربا من نيران الحرب في هذه الظروف يجد الرئيس التشادي إدرس ديبي نفسه مرغما لضرء تلك الشرور عن أرضه فتعلن جمينا إرسال قوات عسكرية مساندة للكاميرون وعوضا عن حروب متعددة منفردة تتطلع دول غرب إفريقيا إلى استراتيجية لتوحيد قواها لمواجهة بوكو حرام في هذا السياق يعلن رئيس غانا أن دول إيكواز تدرس إنشاء قوة عسكرية مشتركة ستسعى للحصول على دعم الاتحاد الإفريقي وإن القاتلاتكم يولونكم على دعم ويرى كثيرون أن الحل العسكرية لأفكار كبوكو حرام قد لا يجدي نفعا في بلاد إفريقية تعاني صراعات دينية وعرقية وطائفية كما أن العنف المفرط الذي ترد به حكومة أبوجا على هجمات بوكو حرام أكسب الجماعة حاضنة شعبية في معاقلها شمال شرق البلاد خاصة في أوساط الشباب ويلعب البعد العرقي دورا كبيرا في تسويق فكر بوكو حرام حيث تتشكل نيجيريا من قبيلتين كبيرتين هما الهاوسة في شمال البلاد وأغلبهم مسلمون والإيبو وغالبية أفرادها مسيحيون وكثيرا ما تحدث اشتباكات دينية وعرقية بينهما ومن هذه النافذة دخلت بوكو حرام لتقدم نفسها كحام للإسلام والمسلمين النيجيريين وبوعود القضاء على بوكو حرام يسعى الرئيس النيجيري لولاية رئاسية جديدة وكأن الطرفين يستثمران حربا وحدهم النيجيريون من يتجرع مرارته طر الجماعة المسلحة فعليا حدود وطنها الأم نيجيريا ليؤرق دول الجوار الكاميرون والتشاد والنيجير هنا في أقصى شمال الكاميرون حيث تتقاطع حدودها مع كل من التشاد ونيجيريا يخوض الجيش الكاميروني منذ عدة أشهر معارك كر وفر ضد بوكو حرام دول مجاورة كتشاد تراقب مصرح المعارك تلك متوجسة وعينها الأخرى على ألاف اللاجئين العابرين لحدودها هربا من نيران الحرب في هذه الظروف يجد الرئيس التشادي إدرس ديبي نفسه مرغما لضرء تلك الشرور عن أرضه فتعلن جمينا إرسال قوات عسكرية مساندة للكاميرون وعوضا عن حروب متعددة منفردة تتطلع دول غرب إفريقيا إلى استراتيجية لتوحيد قواها لمواجهة بوكو حرام في هذا السياق يعلن رئيس غانا أن دول إيكواس تدرس إنشاء قوة عسكرية مشتركة ستسعى للحصول على دعم الاتحاد الإفريقي وإن قاتلكم يؤمنوكم على دعم ويرى كثيرون أن الحل العسكرية لأفكار كبوكو حرام قد لا يجدي نفعا في بلاد إفريقية تعاني صراعات دينية وعرقية وطائفية كما أن العنف المفرط الذي ترد به حكومة أبوجة على هجمات بوكو حرام أكسب الجماعة حاضنة شعبية في معاقلها شمال شرق البلاد خاصة في أوساط الشباب ويلعب البعد العرقي دورا كبيرا